اكد سعدة سيد اسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة اكد ان مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة مستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حققت العديد من المنجزات النوعية في دعم حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وبمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للاشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من شهر ديسمبر من كل عام اشار سعدته الى ان الوزارة تعمل على تسخير كافة سبل الدعم والرعاية لهم لمواصلة تمكينهم وادماجهم بالمجتمع والعمل على تحقيق المساواة والشمول لهم في جميع المجالات واضاف سعدة وزير التنمية الاجتماعية انه تم تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة لتمثل ايطار عمل وطني متكامل واكد سعدته حرص الوزارة على تقديم اوجه الدعم والرعاية للاشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقتهم وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني في إطار الشراكة المجتمعية ترجمة نانسي قنقر